اشتركوا في القناة اتقدم بالشكر الجزيل لكل اعضاء المجموعة الفيسبوكية تعلم الزراعة في المنزل على الدعم اللامشروط الذي لقيته منهم منذ انشاء هذه القناة فاقول لهم شكرا لكم نعود الى نبتة اليوم قلنا الجارونيا توجد في عدة اصناف بعضها مهجنة لا تتوفر بكثرة في وطننا العربي قلنا توجد في عدة اصناف وايضا عدة الوان حيث نجد اللون الابيض والزهري والاحمر والوردي وغيرها من الالوان العناية بالجارونيا بالنسبة للعناية بالجارونيا فالامر جد سهل يكفي ان نضعها في مكان مشمس تصله اشعة الشمس المباشرة لان الجارونيا تحب كثيرا الشمس ايضا بالنسبة للري من المهم تنظيم الري ليس للجارونيا فقط بل لكل النباتات وعموما فهي لا تحب الماء كثيرا بالنسبة للتسميد يجب تسميدها مرة كل 15 يوم في فترة النمو اذا كما قلنا شكل هذه النبتة متميز لا تتطلب عناية كثيرة تمنها مناسب اكتارها سهل ايضا كل هذه العوامل تحفزنا على ان تكون الجارونيا في كل بيت خاصة ان لها ايضا قيمة سيقية حيث تضفي جماليا وروع على اي مكان نضعها فيه نشاهد الان تطبيق عملي لكيفية اكتار الجارونيا عن طريق التعقيل ويتم ذلك باختيار عقلة بطول 15 حتى 20 سنتيمتر وتكون هذه العقلة بطبيعة الحال غضاء نزيل الاوراق السفلية ونكتفي فقط بورقة او ورقتين من اعلى ولاحظوا معي ان العقلة لا بد ان تتوفر على اكثر من عين او برعم نختار العدد الكافي الذي نريد اكثره ونشير الى ان هذه العملية تتم بداية من شهر فبراير اي الشهر التاني في التقويم الميلادي اذا قلنا نضع العقلة التي اخترنا في التربة مع الضغط جيدا اذا كان متوفرا هرمون التجدير نستعمله وفي حالة عدم توفره يمكننا استعمال البديل والذي بطبع الحال كلنا نعرفه وهو العسل والقرفة اذا نسقي عقلتنا وهكذا ان شاء الله ستنمو جيدا وتعطينا ازهار جميلة واخيرا نصيحتي للجميع بخصوص التربة فدائما عندما نبدأ زراعة سواء البذور او العقل فلا بد من استعمال تربة مناسبة تربة جيدة الصرف وبالخصوص ننصح هنا باستعمال البيتموس كما يسمونه اخواننا في المشرق او لاتوغب كما نسميه نحن في المغرب العربي اتمنى ان تنال اعجابكم هذه الحلقة والى اللقاء ان شاء الله في درس او حلقة جديدة بحول الله